شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ووزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان من جهة أخرى يتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن أربع سنوات بالمدارس وإعداد مناهج لهذه الحضانات بينما يتعلق البروتوكول الثاني بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي في حين يمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن واللغاية عليها